طيب الطالب النهاردة حريك قلت انه لو انت بطلعت مذاكرة من النهاردة انت هتقدر انك تجيب المجموع اللي انت عايزه شوالا ولسه قدامك ست شهور تانين ازاي الطالب يقدر يحدد الانجاز اللي قام بيه في الفترة اللي فاتت او النص الاول من العام يعني واهمية ده ايه عليه نفسيا يعني اهمية ايه ان انا عود اقول انا انا انجزت كذا ولسه فاضلي كذا جميل جدا نفهم هنا فترة الاجازة دي تطور فترة ايه واقفة وهبص وراي ان عملتيه واخد فيدباك وانطالك منها الى الامام وديه تمنيزة بتاعت الاجازة لو احنا فرضى ان احنا سميناها اجازة طب قبل ما اتكلم عايز برضا قناب ابني طالب السماء العامة اللي انت يا حبيبي ما تعتقدش ان الاجازة دي حتنام في بيت كل اسبوعين انت اصلا في اجازة مش عايز يقولك طول السنة انت كل اللي بتتعبوا وبتعملوا اللي انت بتتنم من سنتر لسنتر تمام طيب هنا طالب السماء العامة يا فندم لازم يبص كده يشوف يقوم نفسه اكتر واحد يقدر يحدد نفسه وعمل ايه هو طالب السماء العامة يعمل نظر باناورومية انه هو شوف المواد اللي هو تقدم فيها بشكل جيد تمام والمواد اللي ياتي لم يتقدم بها بشكل ايه جيد المواد اللي فيه كسور لازم يعود هذي الايه اوجهه الكسور طيب انا بقول لطالب السماء العامة يا ابني طبعا كله مقدم السناعة وعارفين موافين لغاية فين فيه طالب متقدم وفيه طالب متأخر لازم تحط فيها تبارك اللي انت بعد الاجازة مثلا داخل امتحانات نص سنة في كل المواد اللي انت خطها في تنماءة وفي نص المقرارات والذاكر على هذا الاساس ما تجيش من الاخطاء اللي بقع فيها طالب السماء العامة فنم ايه هي ان هو يجي على المواد اللي يحبها يذاكره طويل الوقت ويسيب بعض المواد وانا عارف ناس كده طيب بالزابط هو علم علوم وعلم الرياضة لاي الطالب سايب مواد اللغات طيب انا بقول للطالب لو انت عايز تنجح وتتفوق لازم طالب سايب عامة ذاكة كل المواد على قدر المساوية يعني الطالب هنا يمكن يجيب او يركز على المادة معينا يجيب فيها خمسين من الخمسين مافيش مشكلة مادة ثانية سبع يجيبها خمسة وعشين حطنا قصو يبقى كنه ما عملش حاجة يبقى الطالب المتفوق لازم يقعطي قادر المتساوي من الاسكار لجميع المواد الدراسية ايا كانت هذه المواد حتى لو ما كانش بيحبها طيب الطالب يواجه هنا صعوبات في بعض المواد لازم هنا الطالب يحدد بينه وبين نفسه ايه هي المواد الصعبة دي مش حول مواد دروس صعبة يحددها مع نفسه وما يسكتش عليها لازم يبقى مش عايز يقول رخم فيها بمعنى ايه رخم ان هو يسأل المدرس بتاعه المدرس ما ادالوش معلومة كويسة مافيش مشكلة يمكن يسأل مين افهم زميله يمكن الطالب عشان من نفس سن زميله ونفس عقليته يوصلهم معلومة بشكل افضل من المدرس تمام لازم الطالب يا فندم يعمل حاجة كويسة جدا ان هو بقى هنا يتوقف يشوف المدرسين انا كنت شغال معهم احنا مشكلتنا هنا اللي احنا بننساق ورا السوشيال ميديا ورا الدعاية بغض النظر عن المعلم ده كفر ولا غير كفر المعلم ده يقف كفاءة اللي بيقدمه اه او المنتج التعليم اللي بيقدمه ايه ده مهم جدا بالضبط يا فندم انا خبرات شخصية والله مشهولين جدا وبيعلموا طلاب معلوماتك انت كانت تكون خاطئة فهنا الطالب يا ابني شوف انت استفدت من المعلم بتاعك ده ولا لا لو انت حسيت ان انت ما استفدتش الى الان لو سمحت توقف ما بعض الاهالي بتسمع مثلا من زمالهم الشطار ان المدرس ده كويس قوي ده مشهور ده فيه 60 الف واحد بيحضروله الكلام ده فبيبقوا هما بيضغطوا على الاولاد اصلا بيحسسوا من هما اللي فيهم مشكلة طب ليه نقطة دي من ايه يا فندم ان الاب والام نفسه مش متخلصين في المادة فمش عارفين ان كان المعلم بيدي معلومة صح ولا غلط حقول احرك حاجة لا ومش كل الناس بتستقبل المعلومة بنفس الطريقة يعني نظر جميل جدا جميل جدا حقول احرك حاجة لو المعلم ده تكف هتلاقي كل الطلاب بتوقع اقفلوا بمادة لكن اللي بيحصل فاندم تلاقي معظم الطلاب جايبين درغات من الخاف ده يبقى دوت مش دليل عليك كفاءة وزي ما حرك قلت كده فيه حاجة اسمها فروه فردية يكون طالب يستوعب من المعلم ده طالب تاني ما تستوعبش طب انا كطالب حاس ان انا مش قادة تستوعب منه انا استمرم عليه لازم انا تكون عندي حاجة اسمها يغزة عقلية واسيب المعلم ده اول ما حس ان انا ما تستوعبش منه واروح لمعلم تاني قاد يكون اقل شهر